بنكهة مختلفة ولغة صريحة شديدة اللهجة اختتمت جلسة مجلس الامن الاخيرة بشأن المسجدات في الملف اليمني فيما توجهت اصابع الادانة والاتهام بشكل مباشر الى تحديد الطرف المعرق للمسارات السلام والعمل الاغاثي في اليمن افادة وكير الامن العام للشؤون الانسانية مارك لوكوك الى مجلس الامن وضعت النقاط على الحروف في ان اعمال الاغاثة الانسانية تواجه عراقي لعدة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي مارك لوكوك اكد ايضا ان جماعة الحوثي تتدخل في اعمال المنظمات الانسانية والاغاثية في مناطق سيطرتهم لافتا الى ان ما اسماه بالنزاع على العملة في اليمن تسبب في انهيار الريال في اشارة لمصادرة الحوثيين الطبعة الجديدة من العملة وتسببهم في ايقاف صرف المرتبات على قطاع واسع من الموظفين كما تطرق الى ان قصف ميليشيا الحوثي مستشفيين في مأرب تسبب في حرمان نحو 15 الف مواطن من الرعاية الصحية وبدى موقف الدول الدائمة في مجلس الامن متاسقا في موقفه السياسي من انتهاكات وجرائم الميليشيا الحوثية واستمرار ايران في اعاقة عملية السلام في اليمن عبر مواصلاتها ارسال السلاح الى الحوثيين في انتهاك صارخ للقرارات الاممية وفي حين اعربت منذوبة بريطانيا في مجلس الامن عن قلق بلادها جراء العنف الجسدي المتصاعد في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية ضد المرأة ادانت امريكا اعاقة الميليشيات الحوثية لاعمال الاغاثة الانسانية في اليمن في من صب الموقف الروسي باتجاه ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض منذوبو الدول الدائمة في المجلس اشادوا بموقف المملكة العربية السعودية في تمويل العمل الاغاثي والانساني في اليمن فيما حضر مجلس الامن من ان عراقل الميليشيات الحوثية لاعمال الاغاثة الانسانية قد تفضي الى توقف اكبر عملية اغاثة في العالم وهو ما يضع حياة ملايين اليمنيين على حافة الموت جوع مراقبون رأوا في الجلسة الاخيرة لمجلس الامن تطورا لافتا في الخطاب الاممي الذي طالما راوح مكانه في جلاسات سابقة من حيث كونه اشار في الجلسة الاخيرة بوضوح صريح الى الميليشيات الحوثية باعتبارها الطرف المعيق للعمل الانساني والسياسي في اليمن وهو ما اعتبره المراقبون موقفا يؤسس لموقف اممي اكثر حزما وصرامة في تعاطيه مع انتهاكات الميليشيات الحوثية وملف الازمة اليمنية الراهنة